صفعة شديدة القوة على وجه ذراع إيران الرئيسي في الشرق الأوسط هكذا تصدرت المعلومات والتسريبات حول اندلاع الجولات النارية الإسرائيلية على آلاف المنازل التي يخبئ حزب الله صواريخه فيها بحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حيث تغيرت لغة الرئيس الإيراني الجديد بسشكيان من حيث الحدة للغة المواقف التصالحية والوصول إلى حد لوضع السلاح على الطاولة وانتظار أن تفعل إسرائيل بالمثلة فطهران اليوم تعلنها رسميا بلهجة التقارب من الولايات المتحدة وعدم الرغبة بدخول حرب مع إسرائيل لكن وفي المقابل يتحدث أهل السياسة عن مرحلة قريبة تتحرك فيها إسرائيل بسلاحها المدجج تجاه إيران مباشرة بعد التفرغ من شل حركة الحزب الله تلك التسريبات تترافق سيما مع النتائج الميدانية على الأرض والتي أكد مسؤولون أمريكيون أن إسرائيل أعادت حزب الله عشرين عاما للوراء المصادر تكشف أن حقيقة المعادلة الإيرانية تكمل في أنها تتعامل مع أذرعها بمثابة شراء خدمات لمقاتلين تستخدمهم لخدمة أهدافها لكي لا تتورط بخسائر بشرية أو عسكرية بين صفوف حرصها الثورية ما يعني بحسب خبراء مطلعين أن لعبة إيران وعلى مدار عشرات السنوات كشفت من حيث أنها كانت تنتهج غسيل الدماغ لإقناع أذرعها بالذريعة العقائدية لتحقيق مأربها من خلالهم إذن ووفق تلك المعطيات ما يجري فإن ورقة التصعيد المقبلة تتمثل بتهديد إسرائيلي مباشر لإيران قد تبحث الأخيرة عن أي فرصة ولو كانت على حساب أذرعها للتملص منها أما لبنان فقد أكل نصيبا من كل تلك المصالح على حساب دماء أبريائه من المدنيين وتحت القصف الإسرائيلي الذي ربما لا تأبه إيران لكثافته وخطراته على الشعب اللبناني